اسمع يا أمير يا ابن الأمرة من كتاب الأمير الغاية تبرر الوسيلة واللي تكسبه وإلعبه كله بيشتغل كده بس بيصدر لك أنت دور الطاهر والكديس أو زي ما بيقولوا كده إذا كنت ذو أيادي قذرة فارتدي كفازات طهرة هتشوف في الحلقة دي كتاب رغم أنه بقاله أكتر من 500 سنة لأنه حد دلوقتي في ناس قالت أنه كتاب روعة وبيكشف ما وراء الكواليس ولازم الكل يقراه خصوصاً الشعوب عشان تعرف الحقيقة وبيقولوا أن ميكافيلي ده أبو السياسة وفي ناس تانية بتقول ده كتاب ملعوم لكتب شيطان يا جدع وهو سبب كل الخراب اللي بتشوفه البشرية لحد دلوقتي لدرجة أن الكليسة نفسها احتارت فيه في الأول أجاز ونشره وبعدين أمرت بمصادرته وحرقه وحذر كل كتب المؤلف لكنه زي ما انت عارف عزيز المشاهد أنا هنا عشان ألخص لك الكتاب وما بصدرش أحكام الحكم ديك انت عزيز المشاهد الحكم بعد المدولة ياه يسموه الأمير الكتاب تأليف نيكولا ميكيافيلي تم النشره سنة 1532 ورغم أنه كتاب صغير إلا أنه قطير جدا مركز ومباشر وفاضح في خلاصة حياة الكاتب سياسيا وعسكريا ويقال أنه كان الكتاب اللي تعلم منه هتلر ونابريون الكتاب اللي شكل شخصية موسوليني وستالن لما تقرأها تتأكد أن حكام معاصرين لازم يكونوا أروه والحاكم اللي ما أرهوش تقدر تقول عريق الله يرحمه كان حاكم طيب سلم على الشهد اللي هناك لأن ميكيافيلي بيقول ما ينفعش يبقى حاكم طيب حاكم طيب ده يقعد في جامع يمسك الشغل الدعوي أو التبشيري مع الأجبال في الكنيسة إنما حاكم طيب ما يحكمش هو ممكن يبقى حاكم صالح وطيب وطقي بس لو عرف يلعبها صح يلعبها صح تبتقول يا عم أصبر وتعالى نقرأ من كتاب الأمير مع بعض وشوف بيقول إيه للأمير أو الحاكم ومن ثم من الأفضل أن يتظاهر على الأخص بالرحمة والوفاء والإنسانية والنزاهة والتدين وله كذلك أن يتصف بجميع هذه الفضاء الحقيقة شريطة أن يحافظ على درجة عالية من التأهب اللازم للتخلي عن كل تلك الصفات والعمل بيضضيها عند الاقتباء هتقرأ في سطور الكتاب حكام حاكم سوريا ومصر والسعودية وفلسطين كأن ميكياف اللي كان بيكتب لهم مش كتاب ده أخطاب يابا بعلم الوصول مش بس الحكام ده الكتاب كأنه تحذير للشعوب وأن الشعب اللي ما يقراش كتاب الأمير هيتصبف مصلحته لما يورم وهيبقى مبسوط الحاكم هيمسك لهم الصليب أو السبحة ويلبس العمة ويلواز لهم هم كمان العمة والرئيس المؤمن هيقنعهم إنه شعب متدين بطبعه ولما تقابل ميكياف اللي يقوله كله خلاص بلعب على كله كله خلاص بيشتغل كله كلام الكتاب يفسرلك ليه بعض الحكام في العصر الحديث مثلا بتبقى حريصة على ألقاب دينية بيتروجها وتزرعها الآلة الإعلامية في رؤوس الشعوب زي الرئيس المؤمن كادم الهرمين أمير المؤمنين إمام المسلمين قائد الموحدين دي ألقاب إحنا عايشينها وبنعصرها في الواكسة أو النكسة اللي فيها الأمة الآن حتى بص الحتة دي وعميد الحكام العرب وملك ملوك أفريقيا وإمام المسلمين مكانتي العالمية ما تسمح لي أن ننزل لأي مستوى آخر وشكرا هتفهم الواقع من قرأتك للكتاب الواقعية الأمير وهنروح بعيد ليه ده مش بس على مستوى الحكام هتشوف في الكتاب تفسير للشعوب اللي بترقص رغم أنها بتتسري تفسير للمزعين الطبالين المنافقين هتشوف في الكتاب إزاي تعمل ثورة وتجيب جوز المستبد الأرض لو عملت عكس الكتاب أقول لك كمان مستوى تحليل قاعدة من مجرد القراءة العابرة للكتاب هتعرف اللي بيخبيه عليك بعض رجال الدين هتعرف تفك جزء من رموز الأزمة الدينية والسياسية بين السنة والشيعة وليه حصلة الأزمة أصلا اللي أسمى ظهر الأمة من مئات السنين ومين من مصلحته يولعها وهي بتولع ديني وانت بتصدق ولا وراها محرك سياسي وعسكري مكيافلي كتاب هتشوف فيه نفسك وعدوك في نفس الوقت يوه أقول لك إيه ولا إيه كتاب كله عبر وكل اللي قلته ده كتاب ما يتعداش مية وعشرين صفحة بس يعني كوباية شاي في قهوة في شاي يكون الكتاب قدس من جماله أنا قريته تلات مرات وهقرار ربعة واعتقد أنها مش هكون الأخيرة شوقتك يلا نقرأ ونخش على الكتاب وما تطلق بطش الكتاب متقسم لستة وعشرين عنوان كلهما صاحب أجمل من بعض الكتاب يقول إن الحاكم ما ينفعش يكون أسد متحلي بالشجاعة والجرأة لازم كمان يكون تعلب تعلب مكار يمتاز بالدهاء والمروغة والتسلل والخداع سابع بس هتتاكل وش هتضيعه الضيع اللي معاك لازم التلازم بين حالة السباع والسعالب ميكس هطلع من عاك لصفحة 89 ونقرأ الحطة دي بدري لإنها هي لتشرح لنا دماغ الكاتب ماش يزاي وبما أن الأمير ملزم باتباع أسلوب الحيوان فعليه أن يقلد الثعلب والأسد معا لأن الأسد لا يحمي نفسه من الشراك والثعلب لا يقوى على التصديق الزئاب لذا ينبغي على المرء أن يكون تعلما للتعرف على مكامل الشراك وأسدا لإرهاب الثئاب يعني الشجيع وعاوز يكون أسد بس مش فاهم الأمور كويس يعني يلا ننزل ونواجه بصدورنا العارية ده إحنا لو هجمنا عليهم بالشوم بس هنرميهم البحر الجرأة حلوة مفيش كلام بس أنت مش فاهم حاجة وما تنفعش تحكم بلد ده كلامك يا فلي والله حلو كلامه لحد الوقت منطق يلا بقى نخش على الفصول وكبيت شايورب والدماجك عشان ما تضربش وفي الفصول الأولى اتكلم عن أنواع الدول وأسليب الاستعمار والسيطرة بيقول صفحة 26 للأمير اللي عاوز يحكم صح إذا ضميت أو احتلت أراضي جديدة تكون مختلفة عنك في العادات والتقاليد واللغة والدين أو المذهب قدامك طريقين إما أن الأمير يقعد بنفسه ويقيم وسط المستعمارة الجديدة دي عشان يتابع عن قربه ويسيطر أو الطريق التاني أنه يزرع مستعمارات أو مستوطنات بحماية القوات المسلحة تطلع الدبابات أو العصابات المسلحة تهجر جزء من السكان أو تبيدي القرى والطفشهم بالقوة الجاشمة تشيلهم من أراضيهم وبذكاء تجيب سكان جداد بطريقة لينة يسكنوا الأماكن دي يسكنوها بحماية السلاح ومع الوقت هيبقوا جزء من الأرض وقال إن ده أرخص طريق لسيطرة الحاكم من حيث التكلفة المالية ومحدش هيتضرر إلا اللي تهجروا وتهدد بيوتهم فوق دمالهم أو اتكدت وتصدرت أراضيهم هيعملوا حبة أزعرينة بس مش أكتر ومش هيقدر يواجهوا السلاح إنما البقين اللي ما ترحلوش فهيسكتوا لإنهم هيخافوا إنهم يواجهوا نفس المصير وهيقولوا الحمد لله إن بيتنا ما دخلش في الهدد وبكده يا سمو الحاكمة أو الأمير تقدر تسيطر على أي بلد عن طريق الاستيطان أو المستعمرات وتقدر كمان تغير الواضع الديموغرافي لصالحك تخلي بلد أغلب سكانه فرنسيين أغلب سكانه عرقيين سوريين أتراك كرد يهود سنة شيعة إلعب في عدد الأقليات والأغلبية براحتك بس اللي تسكنه تملكه واللي تملكه تحميه واللي طرطهم بقى دول يخشوا في دوامة حق العودة وتقرير المصير والقضاء أو يطلعوا على الإعلام يقولوا الحقنا يا ريس ويرضي ربنا دا يا ناس ولا حد هيعبر الضعيف وإنت هتبقى سيطرت دا كلامك يا فلي إنت بقى تسقطه براحتك يا عم ما تجيب ليش أنا مشاكل تقول دا زي اللي بيحصل في سوريا العراق وتغيير نسبة الشيعة للسنة أو السنة للشيعة دا زي اللي بيحصل في سينة في رفح والشيخ الزويد دا زي المستعمرات الصهيونية في إسرائيل مليش دعوة والله تشوف الكاتب ملاك بينبهك ويوعيك أو تشوف وشتان بيقولهم أفكار سم أنا قلت لك من الأول الكتاب مركز جدا وعليه اختلاف هو خير ولا شر وإنت وإسقطاتك بقى على الواقع وإحنا في الحلقة مش مجرد تلخيصه بس لكن تفكير وتحليل فك وتركيب أنت لسه ما شفتش حاجة تعال شوف أصل نظرية الصدمة اللي بيستخدمها العسكريين أو الحكام المستبدين بيقول لك يا سمو الأمير إذا عقبت أو أسأت لشخص من معرضيك إياك والإساءة الصغيرة النونو لأنها عشان صغيرة هتستفز قسمك إنه يرد عليك وهتخش معه في دوامة أنت بغير عنها لكن لو طحنته طحنة تشيل راسه من على كتفه تشرده هو وأهله تجيب بماغه الأرض وتشرده وتمرمته مش هيفكر يرد عليك وهيكون عبرة لغيره واجه قسمك بالصدمة والقوة الغاشمة محدش بعدها هيستجري يرفع عينه فيك واضرب المربوط يخاف السائب ده كلام ميكيافلي عاوز أنت تسقطه وتشوفه في ضرب الدب الروسي للمدن السورية عاوز تشوفه في ربعة ومسبير والحرس الجمهوري والنهضة عاوز تشوفه في تاريخ الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية برحتك يا حلو بس عاوز أفكرك أن الكاتب تسمت باسمه طريق التفكير أو مذهب فكر السياسي هو الميكيافلي تسمت على اسمه يعني ميكيافلي أبو البراجماتية يعني النفعية الواقعية والعملية والغاية تبرر وسيلة بتاع التبرير يعني لو شفت في كلام ميكيافلي شر فبفكرك عزيزي المشاهد قبل ما تحكم عليه غير الكراسي قبل حكمك واستنى لآخر الكتاب لأن انت كمان أحيانا بتفرح وبتقول نفس كلامه بتردد كلام سيدنا عمر إبدالخطاب إذا انضربتها فأوجع فإن العاقبة وحيدة بتقولها بس بتعرف تبررها ليها ما وقفها ساعات بتبقى ميكيافلي انت يا لئيم وساعات بقى بتبقى ميكيافلي مع مراتك وعيالك وموظفينك بتاع مصلحتك وبس عموما ده مش موضوعنا هنخليه لما الكش في كتب علم النفس والأسرة والتربية بس هنربطها بالكتب دي فركز معايا يعني مثلا ميكيافلي هو صاحب مقولة الغاية تبرر الوسيلة وانت كمشاهد مؤدبة محترم بتقول ان الغاية لا تبرر الوسيلة لكن ميكيافلي الميكيافلي لخبط القراء والنقاط هو طيب ولا شرير فقال الغاية تبرر الوسيلة في مقام الحفاظ على تماسك الدولة والمصلحة العامة وكل شاطر بقى ينادي على بضعته يقول ان فيها المصلحة العامة ويحفاظ على الدولة ويقنع اللي حواليه ويغمز لك ميكيافلي ان الموضوع ملوش علاقة بالكنيسة والدين كد مني الخلاصة في ارتاصة الموضوع صاحب في الآخر مصلحة والسياسة وبنوناطا دي عزيزي المشاهد اللي بتحب التاريخ خليني اتقمص شخصية ميكيافلي عشان اشغل دماجك ويبقى في حوار مشترك مع الكاتب عزيزي القارئ عمرك ما هتلاقي حاكم تقتل على ايده العشرات او المئات او الالوف او عشرات الالوف سواء اتفقت او اختلفت مع قراره السياسي من شرقها الغربها يا عزيزي من يزيدي بن معاوية ومن قبله للحجاج بن يوسف السقفي يعني الدولة الاموية والعباسية وقبلهم ودولة المماليك والخلافة العثمانية لحد قيام دول وممالك وجمهوريات زي السعودية ومصر والسودان وتركيا ده غير اشخاص بعينهم زي صدام وبشار الاب والابن وغير هتلر ونابليون ومسوليني الا الا وستجد لمن قتل معارضين للقتل ومبررين له باسم المصلحة كل دي حروب للحفاظ على الدولة والحكم انا ميكافيلي بقولك ان الحروب دي حصل فيها قتل بشر وسلخهم زي الارانب وقطع ارقابهم وصلبه وحرق جساسهم لكن هتلاقي نفسك في باب المصلحة بتقول انه وقدى الفتنة وحافظ على الدولة وصدقني دور جواك هتلاقي ميكافيلي صغير ليه مبرر ديني واخلاء وقيمي بس تقامص ده صعب قوي الكتاب يا صاحبي محتاج فعلا تركيز ده مدوخ اسات زي جامعة وعلماء وباحثين كبار وتحتاج تقرأ زي اكتر من مرة حبيت افصص ميكافيلية ميكافيلي عشان الشباب الصغير ما يتصدمش في اللي بيشوفه في الواقع او تتلخبط ولا تنتحر ولا تلحد ولا تكبر وتبقى رئيس فاشل او رجل دين غريب هتعرف قصدي لما تسمع رجل الدين الميكافيلي ده حتى مص الحتة دي والذي يراه الولي هو الصح بل ورد في كتب بعض العلم ولو رأى ولو رأى الولي ان يقتل ثلث الشعب من اجل يسلم الثلث الاخر لاذن له الشارع الاسلامي هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا داعيا بالرحمة والمغفرة لمالك بالنبي والكواكبي اللي لازم تراجعوا حلقاتهم لما قالوا افصلوا الدعوي عن السياسي افصلوا الادارة الدينية عن الادارة السياسية وإلا هتشوفه العجب سيبنا من التحليل وفك والتركيب والتجميع بينه كتب ونرجع للكتاب للمستوى العادي يا عبدالهادي مكياف اللي بيقول ان الحاكم ما ينفعش يبقى رجل صالح لانه في عالم السياسة لازم هتجيله لحظة ويتخلى عن مبادئه لصالح كرسي او دولته او امته وديك شايف في المصالح بتتصالح والمبادئ بتتأسم والقيم بتترسم والحياة يبقى من الميت وكل قتيل ولوده ايته واخد الحتة دي من هدية الحاكم الصالح لو حاكم ما يعمرش اسابيع ويموت ويبقى مفيش لو كملها بعبيت الدرويش والحاكم الشجاع الاسد ما يعمرش سنوات ويتقتل لو اوضاها فارد سدره انما اللي عمر ويطول في كل تاريخك العربي والاسلامي والغربي هو الاسد التعلب المتبخر ببخور الدين اي دين اما غير القراء وغير المتعلمين اسمكم دهماء غوغاء عامة تتسجدوا بتلمتين الكلام ده مش مقصود بيه بس خداع الشعوب والعرب والمسلمين حتى الغرب اللي بيداعي العلمانية لازم يتمسح في الدين وفيهم تنصيب ويدبح الديكور ويقدم القرابين من بوتين لأوباما لترامب الماكرون اللي مايلعبهاش صح مايستهلهاش يا عزيزي ده كلامك يا فلي مش كلامي عشان ما تقوليش أنا كنت محترمك عشان كده لما يرتبك شباب العرب والمسلمين بين السياسة والدين وبين التناقض اللي بيشوفوه يقولك خلاص يبقى نترك السياسة خالص أحسن ما نترك الدين زي ما قولت الألباني من السياسة ترك السياسة أو نصيحة ابن باز أنصح الشباب بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة وأن يقبروا على العلم النافع صالح الفوزان الاشتغال بالسياسة يسير فتنة ويسير شرا شيخ ابن حسيمين اشجال الشباب بفقه الواقع والسياسة يصدوا عن التفقه في دين الله وطبعا اللي بيقول كده حبيب بابا وحبيب أبانا الليزي في الحكم قول يا حج والإعلام يؤيدك والمطبوعات بالملايين طبعاتها بفاكر سوبر سوبر لوكس لو فاكرين هجيلي السبعينات والثمانينات هو أنت يتسيب السياسة يتسيب الدين طب ما فيه إطروحات تانية جميلة زي إطروحات مالك بالنبي في صناعة الحضارة لكن أنتو مش المطلوب منكم أنكم تقروا عشان الشباب يفضل ييلحد ييد دروش ييلعب سياسة وهو مغمض عينه ويدور في ساقية ما بتنجس يا عمي ما بالاش هم ونرجع بقى للكتاب ما تخوتناش عشان قلت لك أن الكتاب يقول أن صلاح الحاكم مطلوب لكن بدرجة وحسن استثمار ويكونوا مستعدوا أنه يقلب ده قالك كمان أن الحاكم ما يبقاش محبوب يظهر قوة الدولة في كل مناسبة ويأطر لهم بالأطارة شوية حب وسهوكة وتحت عنوان هل من الأفضل أن يكون الأمير محبوباً أم مهاباً قال الكاتب أن الناس بتطيع القوي وتتبعوا حتى لو على مصلحتها حتى لو صبت مصلحتها إنما المحبوب هتطيعوا تتبعوا بس لحد مصلحتها وأول ما يوصلها يقول له يا صاحبي لا أعد قلبي ولا تعد رغيفي الناس هتحب الرئيس الطيب الراضي الصالح لكن من السهل جدا يتنمرضوا عليه أو يتم تقلبهم عليه إنما القوي ما يستجرؤوش حتى لو ظلامهم هيبررونه ممكن يقولك إحنا لنستاهل ولا أنهم يواجهوه طبعاً لو قدر يبقى مهاب ومحبوب خير وبركة لكن لو هتقارن يبقى مهاب ويخافوا منه أحسن محبوب فقط دي كارثة طب بلاش الحاكم والمحكوم هضرب لك مثال بنفسك عزيزي المشاهد أنت ماشي في الشارع لإيد ضابط معاه مسدس وسطور ومموت واحد على الأرض ورح بصصلك بصة كده مهينة وقال لك يلا دامشي من هنا يا قد جور من هنا بسرعة هل هيكون رد فعلك هنا زي ما هتقابل في نفس الشارع عبد الرحمن صاحبك وحبيبك واللي هيقول لك في لحظة غضب منه يلا دامشي جور من هنا يا قد خوفك منعك من التعبير عن غضبك قدام الأولاني لكن حبك ما منعكش أنك هتعبر بديء وغضب بلاش كده مادام سميرة مديرتك في الشجل القوية المفترية مرات اللي هو رفعة المعروف بجبروته هتقول لك في قصة الشجل الكلمة تزعلك كلمة قد كده ومراتك في البيت هتزعلك بكلمة قد كده قارن يا عزيزي رد فعلك وانت تعرف قد اين كتاب الأمير بيخدمك ويوصفك وانا مغلطش لما قلت لك جواك من كيفية اللي صغير بس مش بقد حقه اقرأ هتفهم السياسة والناس ونفسك هتنبهر يا عزيزي المشاهد لما تقرأ كتاب بنفسك وتشوف نصايح الكاتب للأمير هلقصالك بسرعة ومن اقتراحات المشاهدين واحد قال لي في التعليقات اعمل في آخر الحلقة أسئلة مسابقة أنا بقى هدهشك في فكرة الأسئلة دي هقولك الملخص والشاطر اللي هيقرأ الكتاب ويكتب في التعليق الملخص ده كان في صفحة كام ولو تقدر يا ريت تدينا مثال من الواقع اللي عايشين وعايشاء أمتنا واحد ميكيفيلي بيقول يا سمو الحاكم عشان تستمر في الحكمة هتحتاج تحسس الناس كل شواه بالخطر وان وجودك أمان ليهم وان ضياعك هو ضياع الدولة انت الدولة انت الجيش خوفهم هيطيعوك قلهم ان مصيرهم معاك أحسن من مصير الدول تانية وممالك انهارت الكلام ده كان صفحة كام ويدينا مثال من الواقع اثنين هتحتاج أيها الأمير انك تبهيرهم كل شوية بإنجاز أو مشروع حتى لو مشروع وهم وفنكوش المهم الاحتفال بالإنجاز ثلاثة استغل الدين استغلال مظبوط تاجر به من الآخر وشغل الكهنة بتوعك يقولوا للناس ان أعداء الكفار وان قتالهم واجب ديني مقدس ناس نتنى رحتهم وحشة أربعة استجدم العنف والدموية دفع واحدة مش كل شوية ما تقطرش من العنف قد قراراتك الصعبة بالليل والناس نايمة يصحوا يلقوها وده بيصب في مصلحتك كمسة اصنع انقلابا عليك ثم اقضي عليه احمي سمعتك وشوي سمعة أعدائك اوعى حد يشوي سمعتك أو حياتك الشخصية العبها عليهم ما يلعبوهاش عليك ستة اوعى تستعين للسيطرة على شعبك أو أعدائك بقوة أكبر منك لأنها بعد ما تمكنك تقضي على أعدائك أو التمرد أو الثورة اللي عندك هتركبك هي وتسيطر عليك وممكن تخلعك في الوقت اللي هي تحبه سبعة هل الكاتب اتعرض لأمثلة للمزيعين المنافقين أو الطبالين أو اللي بيقوا حاولين الحاكم وبيطبلولو صفحة كام وديني أمثلة من الواقع عزيزي المشاهد ممكن تتفق أو تختلف مع مك يا فلي ممكن تشوفه شطان أو ملاك مؤمن أو كافر لكن كتابه رجم قدمه ولزال محل بحث في أكبر الجامعات ولزالك إطروحاته محور العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ومحل اختلاف في زوايا النظر ربما اتفق مك يا فلي مع الكواكبي ومالك بالنبي في فصل إدارة الدينية عن الإدارة السياسية وكان يقصد بها الكنيسة لكن مك يا فلي علع عليهم وقال بتوظيف واستغلال الدين للهدف السياسي تجارة بالدين وش يعني واختلف مك يا فلي عن مالك بالنبي في فصل الأخلاق كمان عن السياسة لكن عزيزي المشاهد أنت بعد قراءتك للكتاب وما تكتفيش بالملاقص اللي أنا بقوله لك محتاج تفكر حتى في الأطرحات السياسية اللي ما يسمى الإسلام السياسي أو السياسة الشرعية لكن وانت بطيرها هتلاحظ أمرين واحد التراث الإسلامي ناقش المك يا فلية وأغلب الإسلاميين رفضوها لكن لم يناقشوا مك يا فلي نفسه اللي جوه كل واحد منه حتة صغيرة منه لكن ليها وقتها اتنين أن التراث الإسلامي ويع في دائرة فكرية في الواقع السياسي في حال تسلم السلطة للسياس الإسلامي أو رضي الله عنه تحت بند فقه كبير وخطير إذا مس عالم السياسة اسمه الضرورات تبيح المحذرات وباب أخف الضررين وسد الزرائع عزيزي المشاهد بحب أفكرك أن مش أنا اللي مقلف كتاب الأمير أنا هنا كل خميس الساعة 8 عشان ألخص لك كتاب وحلله واربطه بكتابات أخرى وبالواقع يعني اللي سمعته في الحلقة يا عزيزي مش كلامي لكن تلخيصي وتحليلي عزيزي الأمير لو اطلق بط أو عاوز المزيد أو تعبت من التنظير ومحتاج تفكير في تغيير الواقع من منظور ميكيافلي أو غير ميكيافلي يبقى يا صاحبي أنت محتاج تقابلني في حتة بعيدة أعزمك على فكرة جديدة وخلي حسابي القهوة علي ودع من قلبك وقل ربي زدني علما عزيزي المشاهد يا ابو الأفهام سلام اشتركوا في القناة